الموضوع موضوع سخن وجديد وناس كتير بتدور عليه وعايزة تفهمه سمعنا عن قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون تعبار عن ايه؟ وهل الهدف منه راحت المرأة أو استقرارها النفسي ولا لا؟ وتأثيره وتبعياته على الأسرة المصرية؟ ده اللي هيكلمنا عليه النهاردة وضيفي دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أهلا بيك أهلا بيك يا دكتورة منورة منورني يا دكتور وليد دايما إيه رأيك في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟ هو بصفة عامة أي قانون بيسن المفروض الهدف منه الصالح المواطنين حضرتك تفضلتي مشكورة وقلتي هل هو الهدف منه إراحة المرأة؟ بقى إراحة المرأة والطفل والزوج وأهل الاتنين لأن في حالة حدوث أي خلافات أو مشاكل بتعوق الحياة الأسرية الأهالي هي اللي بتتعب مش طرفي العلاقة الزوجية وبس فده أي قانون في العالم بيكون هدفه كده قويني الأحوال الشخصية بمفهومها الأديم كان مفهومها كده وكان بتستهدف ده الممرسة العملية وتطور المجتمعات وكبر حجم الناس دلوقتي وطبيعة الخلافات المستجدة والمشاكل اللي مش قادرين نحصرها بالقانون الأديم كل ده فرض علينا أنه لازم يبقى فيه قانون ينظم العلاقة الأسرية من إله وفقه معطيات العصر للأسف ده كانش حد يقدر يمدي إيده فيه يعني عارفة كان عيش ده ببير يعني اللي يدخل فيه صعبة قوي كويس إن فيه إرادة دلوقتي في مصر إرادة سياسية قادرة أن هي تواجه ده من القوة بمكان يعني تخطي إيدها فيه وتعمل إعادة صياغة لمفهوم العلاقة الأسرية ده ليه؟ لأن الواقع بيفرض نفسه الواقع بيقول إن كل دي يقتنوا منصف مصر في حالة طلاق يعني أنا حتسأليني دلوقتي عندنا كم حالة طلاق لو قبل ما حضرت تطلعي على الهواء في البرنامج كان رقم ودلوقتي بقى رقم تاني زاد فشوفي مشاكل بتبقى عاملة إزاي الجميل في قانون الأحوال الشخصية الجديد إن هو بيتعامل مع المشكلات المجتمعية المعصرة إنه بيتعامل معها من أول السطر من الوقاية وده أول قانون موسن في العلاقات الأسرية يبقى فيه الوقاية خير من العلاج طبعا فعلى سبيل المثال القانون بينص عليه أو المقترح بتاعه لأنه لسه لم يصوغ لحد النهاردة قاله يستوجب على كل اللي عاوز يجوز إن يروح يعمل تحليم مخدرات طبعا الكل يعلم طبعا خطورة المخدرات حجم انتشارها قد إيه النزول بسن متعاطيها تنوعها بقى عمل إزاي ما بقاش دلوقتي مجرد مخدرات تعمل مشاكل نفسية بسيطة اللي بتؤدي للقتل والعنف الآخر الكلام ده كله فمن حق الطرفين كل واحد يشوف التاني ويقرر في النهاية يعني هو التحليل بيطلع وكل واحد ياخد قراره هو حر طبعا هو حر طبعا هو أنا متقبلاك كده ولا لا اللي عاوزة بقى تعاني من عقدة قطيل أو الغيرة المرضية إن جزها يفسر أي السلوك ليها بصورة جراء أخلاقية فيضربها ويعنفها ويهنها عشان خطر هو متعاطي هي حرة اللي عاوزة جزها يبيع دهابها ويبيع شبكتها ويرهن عفش البيت ويكتب إصالات أمانة ويتاخد عليه أحكام ويبقى يعد مستخبي برضو هي حرة تاكده تطلعها تاكده تطلعها تاكده تطلعها تاكده تطلعها تاكده تطلعها هي حرة اللي عاوزة ما يصرفش على الولاد عشان الكيف وعشان ياخد الخط هي حرة عادوا في مرماطي بس انت حرة بالزبط اللي عاوزة يجيب صحابه يعودوا وياخدوا الكيف عندها في البيت ويتحرش بها جنسيا هي حرة يعني القانون هنا بيشاور بيقول كل واحد هو حر بس لازم يبقوا شايفين بعض وده حتة مهمة قوي فقال وجوب تحليل المخدرات وجوب الكشف المبكر وده حتة مهمة قوي ان الأمراض الموروصة سواء هنا أو هنا يعني احنا حتى من ناحة النفسية لقينا ان في بعض الناس عندها تفارات فوق الجينية بتؤدي الأمراض نفسية موروصة زي الفصام على سبيل المثال زي التوحد وحضرتك طبعا عارفة احصائية التوحد قد ايه موجودة في مصر زي التراب صنائي الخطب يعني فيه أمراض نفسية بتكون موروصة من قبل احد الولدين او قبل 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 وين على ناهينا عن الأمراض الوراثية الفيسيولوجية هنروح بعيد ليه محركة طبيبة وعارفة بتقولون ان انت يعني على سبيل المثال وللأسف الأمراض النفسية بتبقى تأثرها أسوأ من المرض الفيزي الجسدي طبعا يا فندم لانه كل يوم انا بحتك بيه وبيطلع علي وبيأثر كل ساعة كل ساعة مش حكالنا معا عن تشوهات الجسدي والمشاكل اللي بتحصل فيها والطربات القلب يعني لنا انا تخيل لكل اللي بيسمعونا ان حتى زواج الأقارب قد يخلف مرض وراسي من 82 مرض يعني احتمالية الاصابة بأمراض للأطفال 82 مرض فلانا انا تخيل ده فلازم نشوف احنا ده من قبل الجواز ولا نرطادي او لا نرطادي دي حتة مهم ما حدش بيجبر حد على حاجة فالقانون الزم ان يبقى فيه كشفة على الأمراض الورصية ودي حتة مهمة جدا جميلة جدا لان بنشوف أهالي يعني بتعاني الأمرين فإنجاب أولاد مشوهين او عندهم بعض العوار او بعض المشاكل زي السوند روم على السبيل المثال فده ده مهم مهم برضو اللي قاله القانون كنا زمان بقى حضرتك في القانون القديم لما تيجي الزوجة يحصل فيها فصال بينها وبنجوزها فتروح ترفع قضية نفقة للتعليم ونفقة للسكن ونفقة للأولاد وبترفع حضانة وبترفع سكن زوجية دلوقتي بيبقى في حولية 15-20 قضية مرفوعة بتلفت حولي النفسها بتلفت حولي النفسها وحتى لو تحصلت على مكتسبات بعد ما بتصرف على المحامين وعلى الإعلانات وعلى المواصلات ضعت فلوسك يا صابر تلاقي نفسها مسك الهوى بأيديها بقى لأ حبة حبة بوسط جدا مش ده اللي كانت تأمله فيه نفقتها فدلوقتي القانون قال قال إن كل حاجة أو المقترح بتاعه بيقول إن كل القضايا تبقى فرقة واحدة النهار ما يبقى فيه مشاكل ينظرها قضي واحد فما يبقاش فيه جراءات تقاضي طويلة وما تلفش على المحاكم وما تنهكش ومش كل شهر قضية ومش كل أسبوع في حتة بالظبط كده هو ويحصل بقى تزويغ ويحصل تغيير عنوان ويحصل الألعيب والصغرات اللي موجودة في كل القوانين الأديمة فدي حتة مهمة قوي إنه ريح الست يعني ريح بالها ريح حالها خلاها لما تخش في الجواز حتى لا قدر الله لو حصل الانفصال تبقى هادية تبقى مطمئنة مكتسباتها تجيلها من غير أي امتهان للكرامة أو بس لأي مجهود فكل ده نص عليه القانون الجديد اللي هو المقترح اللي بتناقش دلوقتي في مجلس النواب طب الأهم من ده كله قال إيه كان زمان في القانون الأديم كان لما تبقى الزوجة تنفصل من الزوج لحد ما يحكم ليها بمبلغ للانفاق على الأولاد كان بنك نصر الاجتماعي بيطلع 500 جنيه كنوع من الإعانة طب دلوقتي بنك نصر ما بيطلعش اللي بتتطلق النهاردة تعمل إيه في ولدها بنشوفها عالة على أهلها بنشوف الأهالي بيدجهم من موجودة هي ولدها بنشوف جودة الحياة بتقل لعرفة تعلم الولاد ولا تكسيهم ولا تديلهم نفقات الغذاء حتى الأكل والشرب في بعض الأحيان ما بتعرفش تأكل ولدها بنشوف ارتفاع نسبة المرأة المعيلة بنشوفها بتتعرض للتحرشات الجنسية للاستغلال الجنسي بنشوفها ممتهنة بنشوفها منبوزة في بعض الأحيان طب عالنا من ده بإيه ففي اقتراح جديد معمول في القانون اللي لسه لم يقر بيقول إن احنا المفروض اللي بيجي دلوقتي يجوز نعمله حاجة اسمها صندوق رعاية الأسرة إيه صندوق رعاية الأسرة كل واحد يحط اشتراك الاشتراك كام لسه محدش يعرف يعني ممكن يمقمي الجنيه مثلا محدش يعرف كام فالاشتراك ده نشوف النسحة لما قد إيه والدولة ألزمت نفسها لأول مرة في تاريخ مصر إن هي تحط كمان قدهم يعني لمنها مثلا مليار الدولة تحط مليار وعائد الصندوق دوت يبتدي يروح للناس المطلقات انفاق عليها وعلى أولادها لحد ما يستقر بيهم مرفق الحياة وده حتة مهمة زي مشروع النقابات والحاجات اللي بتعملها الخدمات اللي بتقدمها زي عشرات الصندوق اللي بتقدم خدمات بقت نقابة للجواز بالزبط طيب من الناس يعني إيه يعني حتدفع فلوس مش كتير المقترح مش كتير لسه في سبيل التفاوض أنا ليه بقول الكلام ده لأنه كل خمس دقائق تطلع إشاء على الإنترنت يعني اللي بيفتي واللي بيهري ويتطلع كومي واللي بيهري واللي بيعمل كوميكس واللي بيستخف دمه واللي عمل لي أبو العريف وكل الكلام ده مقالوش أي أساس من الصحة للدرجة لنها شفت حالات خضعت للإنتزاز اللي موجودة على السوشيال ميديا وعاوز تتجوز بدري يقول لك أنه حتجوز قبل يوم الأربع طب يا ابن ليه يا ابن يوم الأربع يقول لك قبل قانون ما يتطبق يا عم ده قانون لسه بتناقش أنت مين أنت عرفت منين أنت النواحي يا يوم الأربع وعرفت إيه بنود ومنين لو حدش عارف ده إحنا لسه مقترحات وبنتكلم وبنتناقش وبنعدل وبننتقد مشروع لسه طبعا لسه مشروع قانون يعني حتى اللي عنده وجهة نظر عاوز يقولها في التشريع يقولها ويعرضها ويقول أسبابها ودوافعها والأثار المترتبة عليها ما يقودش قاعد بينكب في الناس ويصدر لهم الإحباط والضغط وخلاص فدي حتة مهمة يعني حتى أنا ساعة بسأل نفسي سؤال بقول دلوقتي يعني لو أنا لو أنا بعمل فرح أنا شخصيا لما باجي أعمل فرح أي حد فينا بيسمعنا تجوز بتليه حاجز في القاعة مثلا 100 كرسي لما يجي حاسب بعد الفرح يقوله ده فيه 20 كرسي زيادة وعشر كرسي زيادة وأكتر كمان في بعض الأحيان اعتبر نفسك أنت عامل الفرح بميت دعوة بقى 102 يعني فيه 2 زيادة لو الاتنين دول في الصندوق بيريحوك مسك موبايل مثلا بـ 5000 جنيه اعتبره ب6 يعني كلها في الرفايع كما أنا معرفش بس أنا بقول حتى نفسيا نتعامل مع الموقف ازاي لأن ده بيجنب مراتي اللي أنا طلقتي بعد كده المهانة والامتهان بيجنب أولادي الشعور بالحرمان والقصوة بيجنبني أنا إن الأولاد ما تحسش بالبر تجايف لما أكبر وعجز حتى لو أنا أسرت ما يبقاش فيه حق من جواهم لي ويفتكروا أيام الزل والهوان والحرمان فيتعاملوا معايا بصورة كويسة دي كلها أمور مهمة لازم إحنا نعرفها فقانون من الناس وللناس لو طلع بالشكل دوت حتى لو فيه بعض التحفزات على بعض الأمور أنا شخصيا متحفز يبقى الطلاق قدام القاضي أو الجواز من الأول يبقى قدام القاضي يا عمز كان راضي وأبوها راضي إيش دخلك أنت يا قاضي أنا بقول وجهة نظري كده يعني مش شرطة قوي يعني كده فأنا متحفز على حاجات فبتكلم مثلا في صندوق رعاية الأسرة بقول ليه ما ناخدش من الناس اللي حتتجوز العامل يدفع مبلغ زهيد ورجل الأعمال مبلغ أقوى واللي بيمتهن في طبقة وسطة مبلغ متوسط وهكذا يبقى حسب الطبقة بتاعته أنا بتجوز للجوازة الرابعة ومعايا تلاتة على زمتي بقى أنا راجل مؤتدر طب ليه ما ادفعش في الصندوق أكتر أربع أضعاف الأول مرة اللي هو أول مرة قاعد بيكون حطراب لسه وليه لأ يعني ليه ليه ما يبقاش فيه المخترحات دي ريفرش كده للقانون ليه ما نعملش محفزات يعني اللي متجوز بقى له عشرين سنة وما طلقش ودفع ألف جنيه بعد عشرين سنة عندهم له وعليهم ألف كمان مكافة مكافة في نهاية الخدمة ويروح يطلق بقى بيدي عندنا بعد كده يعني أنا قصدي إيدي بحض المحفزات ده لو تحمل عشرين سنة يبقى يشكر ده مش يحتاج مكافة ده يحتاج درعة إنما نقوله يعني على سبيل الدعابة ولكن في حقيقة الأمر ليه ما نعملش فيه محفزات يعني هو القانون الجميل على فكرة ولو اتنقش بهدوء وببساطة وبالي ابتسامة الحلوة بتاعت حضرتك دي حنوصل بيه للسياغة آمنة لأن حضرتك لما تشوفي أنت المشاكل اللي بتحصل في الرؤية على سبيل المثال فالحضانة انت عارفة في القانون القديم الراجل ترتيبه كم في الحضانة؟ نمكن العاشر يعني عبر ما يوصل له الحضانة يكون مات لا بس هو ابن حلال وسطه ده منطيبة قلبه يعني القانون القديم يقولك أنا الحضانة تقول لي مين للأم طب الأم اتجوزت يبقى الأم الأم طب أم الأم عيانة يبقى للخالة طب الخالة مش موجودة يبقى للخالة التانية ما فيش خالات تروح لأم الأب وتروح للعمة عبر ما يجي له هو علي الدور يكون مات ما فيش الكلام ده حتى في الدنيا فالقانون الجديد ده وتنظم الكلام ده لا خلى الولاية بتاعتها الحضانة للأب بصيرنا صغير يعني أو في الترتيب قليل شوية ترتيب الرابع لما أعتقد اللي هو المحترح اللي بيوصق دلوقتي وهو منطقي وده منطقي طبعا طبعا مكتسب للأب كان زمان حضراتك الرؤية كان فيها مشاكل صعبة جدا الرؤية قانون الجديد دلوقتي بقى لا ده فتح بقى الدنيا وقالك السوشيال ميديا بقى والفيديو كل والجد يشوفه الجد يشوفه ودلع العلاة كلها يعني خلي ولد يعيش بإنسانية حياة جميلة جدا قانون التمكين إن هي ما تصفش بيتها وتبضل قاعدة علشان جودة الحياة لأن الأسف هي لما بتسيب البيت ويجيب لها شقة بره بتختل جودة الحياة جماعات الأصدقاء بالنسبة لبنها ما بيقوش هما نفس جماعات الأصدقاء حتى المدرسة والصحاب المدرسة بتختلف جماعات النشاط بتختلف أمور ياما قوي أمور ياما فإحنا كنا محتاجين بالفعل قانون بدلة جديدة تمشي مع الشباب الجداد ومع الشعر الجل ومع البادي إيمج مع لغة العصر إنما اللي فات ده أو القديم بدلة قديمة مهترقة مش قادرة تداري عورات اجتماعية كتير كان بتحصل في الأسر المصرية فالقانون ده يريد كلنا ندعمه ولو حد عنده ملاحظات يبعت يبعت لقيل الأمر للي بيسيغه القوانين وكل واحد فينا على تواصل مع هذا مجلس الشعب عنده في الدائرة أو نواب أو شورة يبعت له حتى على صفحات السوشيال ميديا بتاعته لو مش قادر يكلمه مباشرة يقوله مخترحاته إن منسيب نفسينا الآخرين يتلعبوا بعقولنا ويتجروا بمشاعرنا ويقدروا مزاجنا العام ونقعد نهري في كلام على الفاضي يبدل طاقتنا ووقتنا ده أمر غير مرغوب ياريت نواجه الشائعات في مواجهة القانون ده سعيد جدا إن حضرتك ترحتي للمناقشة لدينا على فكرة اللي بيناقش بموضوعية مش كتير واللي بيعمل اسبوت عليه مش كتير فالناس ابتدت تقاوم القانون وهو لسه ما زال مشروع قانون وقبل إصدار القانون فمهم جدا الناس تبقى مهيئة لده القانون بيعالج الجواز العرفي بالمناسبة اللي فيه كوارث فيه كوارث ومتجرة بإستات وبصمعتها وبشرفها وبأولادها وبإنجاب أطفال مجهولين نسب كوارث ومعناش أي حقوق في القانون الجديد بينظم ويقنن ويعالج كل العورات اللي كانت موجودة في الجواز العرفي شوفي الكوارث اللي كانت موجودة في الطلاق الشفهي أنا شفت حالاتي طلقها ويسيبها معلقة ثم ربنا قال ما تزرهاشها المعلقة ما تتركهاش بالمنظر ده وقد إيه قاعد بينكل بيها وبينكل بأهلها المشكلة مش هيالة بتدفع التمن المشكلة للأب والأم اللي ربه وشأة وكافح وكدح بعد العمر ده كله هو واهن في مرحلة متقدمة من العمر بدل ما يشوف مصم الحصاد بيشوف حصاد مر بيشوف بنته هي بتزل بتتهان بيسمع شتمته بودانه بيتجرجر في المحاكم بنشوف مقاسي بتحصل كان لازم يسن لها قانون ما يمتهنش الإنسان ويحافظ على كرامته وعلى كبرياءه وعلى استقراره المادي وبالتالي استقراره النفس نورتني دكتور وليد هندي استشاري العلاقات النفسية بجد كانت فقرة لذيذة جدا ربنا يا رب يصعي للناس كلها وإحنا اللي بنشكرك وحنكمل مع بعض كل حاجة جديدة موجودة في مجتمعنا المصري فقرتنا خلص مع دكتور وليد أتمنى لكل اللي بيتفرج علينا دواتي أكون قدرت أعمل سبوتلايت أو أوضح إيه هو قانون الأحوال الشخصية الجديدة وإن هو إزاي معمول لمصلحة المتزوجين معمول لمصلحة المرأة معمول لمصلحة الرجل طرعت فيه تغيرات الجديدة مش أي حاجة مكتوبة على السوشيال ميديا حقيقية ياريت نفهم ونعي ونرجع للمختصين عشان نعرف حقيقة اللي بيكتب عندنا